في العامين الخامس والسادس عشر هجريا كانت قوات المسلمين تكتسح قوات الروم والفرس في جبهتي الشام والعراق على التوالي فبعد الانتصار المثل الذي حققه الجيش الإسلامي في معركة اليارموك على الروم نجحت القوات الإسلامية بعد أربعين يوم فقط في صحق الجيش الفارسي بالقادسية وفي الوقت الذي كان يطهر فيها الجيش الإسلامي أرض الشام من القوات البيزنطية المتبقية ويضم بيت المقدس في الجنوب وإقليم حمص في الشمال كان المسلمون يواصلون تقدمهم في أرض العراق ويدخلون المدائن عاصمة الفرس ويشتهزوها حتى وصلوا إلى حلوان وكنتيجة لذلك اضطر يجرد الثالث حاكم الفرس وهرق لملك الروم للانسحاب إلى مدينة الرأي وإقليم الرهى على التوالي ولكن لم يكن في نيتهم أبدا الإسلام أمام المسلمين فكان كل طرف يدبر المكائد من أجل وقف هذا الزحف الإسلامي وقبل أن نستكمل معدارة من أحداث دعوني أحدثكم عن راعي حلقة اليوم ألا وهي لعبة الجنرال إذا كنت من هوات ألعاب الحروب الاستراتيجية فلعبة الجنرال هي اللعبة الأمثل لك فمن خلالها يمكنك خيادة أي دولة لخوض حروب عالمية عصرية فمن خلال استخدام تكنولوجيا سائحة الحرب المتطورة تمكنك اللعبة من استخدام وحدات متنوعة لبناء جيشك مثل الدبابات والطائرات والغواصات وغيرها وهي تحتوي على أكثر من مائة نظام أسلحة حديثة مصممة بشكل مميز وبعد بناء استراتيجياتك الحربية الخاصة يمكنك تحدي اللاعبين الآخرين وقيادة جيشك لخوض الحروب ضد الدولة المجاورة فمن خلال خريطة عالمية متكافئة يمكنك الاختيار من بين أكثر من مائة دولة لقياداتها والتحكم بها والمميز أنك تقوم بتحريك الوحيدات حسب الوقت الفعلي على الخريطة بالإضافة أنك تستطيع تشكيل التحالفات القوية مع اللاعبين الآخرين من أجل تحقيق الأهداف التوسعية وكهدية حصرية ولمدة 30 يوم كن بالضغط على الرابط في صندوق الوصف وحمل اللعبة واحصل على 15 ألف عملة ذهبية كمكافأة لك فماذا تنتظر؟ كن بتحميل اللعبة من متجر ألعاب جوجل أو متجر تطبيقات أبل وتحدى أصدقائك بعد انتهاء معركة القادسية بانتصار المسلمين المدوي على الفرس انقسمت الصراعات بين الطرفين إلى ثلاث جبهات الجبهة الرئيسية كانت على أرض العراق وقد تمثلت في مطاردة فلول الفرس ومواصلة التقدم وتخطي المدائن حيث كان يتواجد يزرد الثالث حاكم الفرس ولأن عمر رضي الله عنه كان يعلم بأن يزرد لن يتوانى عن الدفاع عن المدائن بكل ما يملك من قوة فقد أراد أن يفتح عليه جبهة قتال أخرى يشتت بها جهده ويمنعه من تسخير كل موارده للدفاع عنها ولذلك كانت الجبهة الثانية للمواجهة تتمثل في قتال قوات الفرس الكامنة في قطاع الأهواز والأبولة فأرسل لهم عمر رضي الله عنه عضب بن غزوان من أجل تثبيت القوات الفارسية في تلك المنطقة ومنعها من التحرك ونججة من في المدائن وبعد نجاح خطة أمير المؤمنين ودخول المسلمين للمدائن ظهرت جبهة ثالثة تمثلت في قتال التجمعات الجديدة في تكريت والموصل ونينوا ففي هذا الوقت كان جند الموصل بقيادة الأنطاق قد نزلوا وتجمعوا بتكريت وانضم إليهم بعض من القوات البيزنطية التي كانت في المكان وصمموا جميعا على منع المسلمين من التقدم في هذه الجهة وقد أرسل أهل الجزيرة الفراطية والذين كانوا موالين للروم والفرس في ذلك الوقت مددا لهم أيضا وكان كل ذلك بتحريد من ملك الروم شخصيا فبعد هزيمة اليرموق وتقدم المسلمين نحو حمص انسحب هرقل إلى أقليم الرهى وقرر بأن يستغل نفوذه على الجزيرة الفراطية فأرسل إلى العرب الموالين له لتحريدهم على المسلمين في كل الجبهات حتى ينشغلوا عنه فأرسلوا له المدد لقتال جيش المسلمين المتجه نحو حمص وأرسلوا المدد إلى جند أنطاق بتكريت فانضم لهم بعض الرجال من قبائل تغلب وإياد والنمر فلما كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر رضي الله عنه وأخبره بأماكن تجمع الفرسة لهم في العراق أمره عمر بأن يسير القعقاع بن عمر في 12 ألف إلى جلولاء ومقاتلة مهران كما رأينا في الحلقة السابقة كما أرسل له أمير المؤمنين رسالة مماثلة قال فيها صرح إلى الأنطاق عبد الله بن المعتم واستعمل على مقدمته ربعي بن الأفكال العنزي وعلى ميمنته الحارث بن حسان الذهلي وعلى ميصراته فراط بن حبان العجلي وعلى صاقته هاني بن قيس وعلى الخيل عرفجة بن هرثمة فإن هزموا عدوهم فأمر عبد الله بن المعتم بتسريح ابن الأفكال إلى الحصنين وكان يقصد الموصل ونينوى وفي الوقت الذي تحرك فيه القعقاع نحو جلولاء بجيش قوامه 12 ألف جندي تقدم عبد الله بن المعتم نحو تكريت بجيش قوامه 5000 جندي وهنا لا بد من الانتظار قليلا وإلقاء الضوء على روعة تفكير عمر بن الخطاب الاستراتيجية فإذا نظرنا إلى الجيش الذي وجهه عمر رضي الله عنه نحو تكريت فسنجد أنه كان مكونا بالكامل من عناصر بقر بن وائل وعنز بن وائل من قبائل ربيعة فقد كانت منازلهم تمتد من البحرين جنوبا إلى مدينة هيث شمالا وكثيرا ما كانوا يعبرون الفراط إلى أرض الجزيرة الفراطية ويعلمون جيدا تضاريسها ففضل بأن يرسل من هو عالم بتلك الأراضي إليها أما الجيش الذي توجه إلى جلولاء فقد كان يسير على أرض فارسية صرفة لم تطأها قدم مسلم عربي من قبل ولذلك فقد كان ضمن الجيش أربعة آلاف من العجم الذين أسلموا لمعرفتهم بتلك الأراضي ولأن قيادتهم كانت تحتاج لشخصية قوية وحازمة فقد أمر عليهم هاشم بن عطبة ومعه القعقاء بن عمر والذي جعل هؤلاء العجم تحت سيطرته بشكل مباشر فلم يكن اختيار عمر اختيارا عشوائيا على الإطلاق صار عبدالله مع جيش المسلمين نحو تكريت لمدة أربعة أيام كاملة فلما وصل هناك وجد قوات الأنطاق والروم وعرب الجزيرة قد حفروا خندقا حولهم مثل الذي فعله مهران في جلولاء فضرب عليهم الحصار لمدة أربعين يوم وقد حاول الفرس اتباع نفس التكتيك بالخروج ومقاتلة المسلمين ثم العودة سريعا وراء الخندق فيقال بأنهم خرجوا لهم أربع وعشرين مرة خلال الأربعين يوم ولكن دون تحقيق أي نجاح يذكر فبدأ عبدالله يفكر في خطة لإنهاء هذا الحصار سريعا وأدرك بأن تنوع الأجناس في صفوف الأعداء قد يكون لصالحه فأرسل إلى العرب الموالين للفرس وحاول استمالتهم ودعاهم إلى نصرته على الروم والفرس فبدأ العرب بالفعل يتشاورون في ذلك الأمر بينهم وفي خلال هذا الوقت كان الروم قد استاءوا من هزيمتهم كلما خرجوا للقاء جيش عبدالله واضطرارهم للانسحاب وراء الخندق ورأوا بأنهم يقاتلون في أرض غير أرضهم فبدأت عزيمتهم تضعف وبدأوا في نقل الأمتع على الصفوف في نهر دجلة فلما رأى العرب ذلك الأمر قرروا انتهاز الفرصة التي أتحهاها لهم عبدالله بن المعتم وأرسلوا له بالموافقة على طلبه وأخبروه باستعدادات الروم للرحيل فقال لهم إن كنتم صادقين فاشهدوا بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فرجعت الرسل بإسلامهم جميعا ولكن كان عبد الله لا يزال يشق في أمرهم ولذلك قام بوضع خطة تفيده إن صدقوا ولا تضره إن كانوا يجذبون فقال لهم إن سمعتم تكبيرنا فاعلموا أننا قد نهضنا إلى الأبواب التي تلينا لندخل عليهم منها فخذوا بالأبواب التي تلي دجلة وكبروا واقتلوا من قدرتم عليه فانطلق الرسل بالفعل برسالته لإبلاغ العرب بها في اليوم التالي كانت قوات الروم لا تزال تنقل متاعها إلى السفن عندما سمعت أصوات التكبير تأتي من جهة الخندق فهرعت سريعا حتى تصد هجوم المسلمين من تلك الجهة ولكنه فوجئوا عندما انطلقت أصوات التكبير فجأة من خلفهم فظن الروم بأن المسلمين قد وصلوا إليهم من الخلف واشتد الإرتباك وسط صفوفهم وما هي إلا اللحظات حتى كانت سيوف جيش عبد الله تتناولهم من الأمام والسيوف من أسلم من القبائل العربية تتناولهم من الخلف فلم ينجوا منهم أحدا إلا القليل وسقطت بذلك حامية تكريد في أيدي المسلمين في جماد الأول من العام السادس عشر هجريا بعد انتصار المسلمين قرر عبد الله بأن ينفذ أوامر عمر رضي الله عنه وأرسل ربعي من الأفكال إلى الحصنين في الموصل ونينوى وبقى هو مع ألف من المسلمين في تكريد وبسبب أنهم كانوا في أشد أيام الصيف حرارة أمره عبد الله بأن يسير خلال الليل حتى الظهر وأن يسرع في الوصول إلى هناك قبل أن تصل للأهالي أخبار سقوط الفرس في تكريد فصار ربعي على الطريق وأخذ معه أهالي إياد وتغلب والنمر الذين أسلموا بعد أن اتمؤن إليهم وقد كانوا من أهالي الحصنين فلما اقتربوا من المكان تقدم أحدهم وكان يدع عضب بن الوعل نحو أحد الحصنين وادعى أنهم انتصروا على المسلمين في تكريد وجاءوا ومعهم الغنائم فاستقبله الأهالي وفتحوا الأبواب وتبعاه بقية رجال القبائل التي أسلمت والذين وقفوا على أبواب الحصون وتمكنوا منها وفي هذه اللحظة أقبلت خيور ربعي بن الأفكل وانطلقت سريعا واخترقت أبواب الحصنين معا فدخلت قوات المسلمين المدينتين وصلت دهشة الأهالي فنادى فيهم ربعي بالاستجابة إلى الصلح فمنهم من أجابه ومنهم من هرب فأتاهم بعد ذلك عبد الله بن المعتم ودع من هرب إلى العودة وأعطاهم الأمان هم ومن أجابهم إلى الصلح ففرح الأهالي بالسلام وانتهاء الحرب وصارت لهم جميعا ضمة المسلمين وحمايتهم فصارت مدينة الموصل ثغرا من ثغور الإسلام وتولى ربعي بن الأفكل شؤونها وعادت قوات المسلمين إلى تكريد حيث اقتصمت الغنائم فكان للفارد ثلاثة ألاف درهم وللجندي ألف درهم وأرسلوا خمس الغنائم إلى المدينة بعد عودة هاشم بن عدى من جلولاء إلى المدائن جاءت الأخبار بالتجمع عرب الجزيرة في مدينة حيث على نهر الفراط فجاءت الأوامر من عمر رضي الله عنه أن يبعث إليه معمر بن مالك مع جيش من المسلمين لطردهم وللمرة الثالثة احتمت قوات الفرس والعرب خلف الخندق الذي حفروه بالمدينة فلما استبطأ عمر فتح المدينة ترك عليهم الحارث بن زيد وخرج بنصف الجند نحو مدينة قرق سياء ونجح بالفعل في الوصول إليها وسيطر عليها وسط دهشتهم الشديدة فاتفقوا جميعا على أداء الجزية للمسلمين فكتب عمر بن مالك إلى الحارث وقال له أن يخير أهل هيف بين الجزية والخروج آمنين من وراء الخندق أو الإقامة والتعرض للحصار الشديد مهما طال من المسلمين فلم يجد الأهالي مفرا سوى الموافقة وفتحت أخيرا المدينة بينما كان المسلمون يواصلون ضم المدينة تلو الأخرى في جبهات القتالة الأولى والثانية مع الفرس كانت القوات الإسلامية بقيدة عضبة بن غزوان تواصل النجاحات بجيش قوامها 500 رجل فقط فبعد أن نزلت البصرة وأقامت بها عدة أشهر لشغل الفرس في ذلك المكان استطاعت أخيرا بأن تنتصر على حامية الأبولة في رجب وفي أقوال أخرى في شعبان من العام السادس عشر هجريا وواصلت تقدمها لصحق الحاميات القليلة للفرس بأسفل دجلة والفراط حتى تمكنوا من إغضاع المنطقة بالكامل لهم فانتشر بذلك المسلمون في جميع ربوع العراق وأصبحت تحت سيطرة دولة الخلافة الراشدة منذ ذلك الحين وقد فرض عمر رضي الله عنها الجزية على أهلها فكان على كل رجل 12 درهم أو 24 أو 48 في السنة حسب المقدرة فكان عدد من وجبت عليه الجزية في جميع أنحاء السواد 550 ألف من جميع الطبقات ويقال بأن مجموع الجزية من أهل العراق في عهد عمر رضي الله عنه قد بلغ 100 مليون درهم مما يعني بأن الضرائب التي وضعت على الناس قد هبطت إلى النصف مقارنة بعهد أنو شروان ملك الفرس الذي يعتبر عهده قمة ما وصلت إليه الدولة الساسانية في العدل والرخاء بين الناس فقد كان مقدار الضرائب آنذاك 200 مليون درهم فنعم الحاكم العادل وأنت يا عمر رضي الله عنك وأرضاك ترجمة نانسي قنقر